طيب سنعود لاتصال بدكتور علاء يمكن تحديد الحد الأدنى للأجور هو الذي يشغل بال الجميع الآن في تركيا هذا الاجتماع الثاني المتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور يمكن رئيس أردوغان ورجال أردوغان وعدوا إبان الحملة الانتخابية برفع الحد الأدنى للأجور الآن الحد الأدنى للأجور 8500 ليرة لكن المصادر الإعلامية تتحدث وتشير إلى أنه من المحتمل بشكل كبير أن يزيد إلى 10500 ليرة بعض أيضا من المصادر الإعلامية أشرت إلى تسريبات إلى أن هناك مناقشات ومحادثات إلى أن يرتفع الحد الأدنى للأجور لأحد 10 ألف ليرة أو من الممكن أن يصل إلى 12 ألف ليرة لكن الأغلب يتحدثون عن زيادته إلى 10500 ليرة لفت للنظر بأن فاتح عربكان رئيس حزب ينيدان رفاه أو رئيس حزب رفاه الجديد يتحدث ويشير إلى أنه من المفترض أن يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف ليرة لكن في النهاية نشير إلى أن هناك اجتماعات متواصلة الآن لرجال الحكومة من أجل تحديد الحد الأدنى للأجور وهناك أخبار أشر إليها بعض المسؤولين بأنه بإذن رحمن سيتوصلون إلى قرار في هذا الشأن قبل أجازة عيد الأضحى المبارك أخبار 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 أ